السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم حاسوب للصفة الاول متوسط اليوم عندي الوحدة الثالثة الخوارزميات ومبادئ البرمجة صفحة واحد وثمانين الدرس الاول هناخذ فقط الدرس الاول مفهوم الخوارزميات وطرائق التعبير عنها الفكرة الرئيسة نحتاج الى كتابة خطوات حل مشكلة ما قبل القيام بحلها باستخدام البرامج الحاسوبية لتسيل فهمها ما الخوارزمية تعريف الخوارزم تعريف الخوارزمية هذا تعريفه ما هي خطوات حل المسائل بواسطة الحاسوب ذن الاربع نقاب اذا هذا مهم يعني نقول ارف الخوارزمية وما هي خطوات حل المسائل بواسطة الحاسوب لماذا سميت هنا علل او سؤال لماذا سميت الخوارزمية بهذا الاسم الجواب نسبة الى العالم ابي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي هذا الجواب نجي على الصفحة 84 ما هي خصائص الخوارزمية ذن الأربع نقاط الدقة والوضوح وجود مدخلات تعرب بالخوارزمية طبعا مدخلات ومخرجات والحصول على نتيجة واحدة لكل خطوة تنفيذها نتيجة المدخلات ونتيجة الخطوات التي تسبقها فقط العمومية ما هي فوائد الخوارزمية عدي ثلاث نقاط تستخدم لتحديد مسألة تحليلها تحديد ما المطلوبة من المسألة والطريقة اللازمة لحلها تساعد على سرعة اكتشاف أخطاء الخطوات المتبعة في كتابتها قبل البدء في مرحلة التطبيق العملي وتساعد على فكرة حل المسألة بعيدا عن الشفارات البرمجية الخاصة باللغات برمجة الحاسوب المتعددة ما هي شروط الخوارزمية الشرط الأول والشرط الثاني هذا نحفظ هناك الشرط الثاني عدي طريقة تلاث طرق طريقة التسلسل وطريقة الاختيار وطريقة التكرار هذا نحفظ أمثلة على طريقة كتابة الخوارزمي مثلا عندي شوفها سهاية كتابة الخوارزمي باللغة العربية لطبعا طباعة اسمك البداية يعني start وكتب اسمك يعني write your name وطبع اسمك مثلا اسمك والنهاية ال end زين نجي على اليمن ما هي طرائق التعبير عن الخوارزمة طريقة الشيفرة الوصفية والمخططات الانسيابية الشيفرة الوصفية تسمى بشيفرة الزائفة هي طريقة تعريفها هي طريقة سهلة لتمثيل الخوارزمي باللغات البشر كالانجليزية أو العربية والفرنسية بطريقة مشابهة للغات البرمجة أي لا تعد لغة برمجة الحاسوب تستخدم بعض الكثير من التفاصيل وبعضها يستخدم لتقليل يعني هنا تصبح قريبة من اللغات والبعض الآخر يستخدم يعني تكون قريبة للغة البشر ما هي خصائص الشيفرة الوصفية خصائصها عدي أولا نستخدم هذان النقطة اثنين ثلاثة واربع اربع نقاط ذاني خصائصها هم حفظ نجي على المخططات طبعا جاي بالسؤال بالأسئلة شن الفرق بين الشيفرة الوصفية طريقتها وبين المخططات الانسيابية هاي عبارة عن طريق هذا حفظ تعريفة وشن القواعد تمثيل المخطط الانسيابي هاي النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة توضح الأشكال الهندسية في المخطط الانسيابي مثلا هذي هذا حفظ هذا المخطط نقول بداية ونهاية يعني بداية start ونهاية end العملية الحسابية التي دل هذا الاستخدامات هذا هذا الجدوى الحفظ زين أنواع المخططات الانسيابية عندي مخطط التابع التتابع البسيط ومخطط التفرع ومخطط التكرار هذا الني كل واحد وتعريفها هاي مثلا عندي كتب الخوارز وارسم المخطط الانسيابي لحساب قيمة y من المعادلة الاتية y يساوي x زائد 5 شوفوا هو بس يطيني هذا السؤال هذا الجواب نحن نخليه نقول البداية مثلا نخليه على شكل دائرة هذي وأقرأ قيمة x على شكل متوازي الأضلاع هذي متوازي وأحسب قيمة y من المعادلة y يساوي x زائد 5 نخليه على شكل مستطيل وأطبع قيمة y على متوازي الأضلاع والنهاية البداية والنهاية دائرة زين هاي مراجعة الدرس ماماتي هذا كله موجود للخوارزم خصائص خصائصها موجود واذكرها وشروط الخوارزم موجود وطريقة التعبير عن الخوارزم وقارن بين المخطط الإنسيابي والشيفرة هذا كله موجود فائلة الخوارزمية خطوات حل المسألة موجود المقصود بالمخطط الإنسيابي وقارن بين الإنسيابي أو قارن بين الاشكال الهندسية لتمثل المخطط الانسيابي هذا كله موجود لخصنا وبالتوفيق يا ربي